السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حلقة مصدقائي رجالي فيدي جديد وحلقة جديدة بهذا الفيديو مثل ما شفتوا مكتوب اسمه تريند اليوتيوبر بهذا الفيديو انا حاول اعمل سلسلة من زمن كالنفسي اعملها بس بانه البلشت السنة وصارها بالمتابعين يعني لا بأس في موك انه نعتمد على بعضنا وهي كتصير مثل ما يقول انت تتنقش مع بعضنا بعض الفيديو هاك تصار في عنات عالي قوار جدا كويسين يعني عادة جدا لحباسة فيه فحابب انه نتناقش به المواضيع هاي دايما انت بتشوفوا بتنزل اليوتيوبر بينزل فيشي فيديوهات تنزل وتضرب الترندات وتنسك بالترند وتكون تافهة وما فيها اشي طبعا فيها ستكون معيدة للموضوع وفيه ناس معارضة للموضوع ما احنا هنتناقش به المواضيع هاي ونحن ناخدها بشكل سلسلة نحن ناخد هاي الفيديوهات ونناقشها ونحللها ونشوف اش رحيطلع منها من المعلومات ونحاكي ونحاكي كما يقول الطرف الآخر طبعا الفيديوهات ستكون حيادية ما يمنطم لطرف الإيجابي أو الطرف السلبي ستكون حيادية تاما والفيديوهات كلها ستكون ساخرة كون بحلم كون ساخرة يعني انا ما قزي نجر حدا ولا نقاط بلع حدا وحكي مع حدا لا انا كل ما هناك انا احب فكهة الكوميديا في بعض الافكار ستشوفوها انه في اشخاص تحكي كلمة يكفي البداية الفيديو وفي نهاية الفيديو تحكي شيء تانين فهي المواضيع انا هيدا ركز عليها نحكي عنها وهي الحرقة نعناقش عدد مواضيع اعطيكم الملخصة وبسرعة بلمحة سيارة عنها والسام يعبر عن عدم اكتئبه لهذه السنة جواني يعود مستثمرا بعد ان خرجه عام الان اصالة تكشوف المستور امام انس ووليد يغار على نور كثيرا من اعين الشباب وعفراء تحدى النقصة لاول اعلان على يعتزل تويشتوي فورتناين ابن سوريا يدق على الخشب باندريا اخذ اجازة بيسان تبدأ السنة باول حفلاتها تايلر والقطوة وشادي سروري مسجون وعودة امسيف مع مقلب مع جيفارا والمعركة الازالية بين الدحيح وايات قنبي ونيو دوز تبدأ برنامجه الجديد واخيرا نارين تترك اليوتيوب وبعد الفيديو رح نناقش كل المواضيعي وخلينا نبلش بالفيديو نارين تترك اليوتيوب نارين انات على قناة الرسمية نارين كتبت ان الفيديو الأخير هو داعي عن اليوتيوب هذا الفيديو حاكت فيه انcho هي خلاص من الخليز من خليز ان ناضح использовать انوات ممتاز真的 وظyczي فيesz dioxide تضح حلقة حلقة success ولكنها سابقة الجيدة لدينا من خليز ومن ال關 боى بالصور تضح م 58 اخبردي من طرف اخر في ناس كتبت انه هي لا انا عبطها و تقلد نورستار انه تبرك على الكاميرا تبكي بس ولكن شوي بموضوع شوي جدي بس ولكن اللي بيشوف الفيديو تقريباً لهو مدده خمس دقائق ممكن تشوف انت منه اربع دقائق ما تفهم اي اشي من الموضوع وباخر دقيقة تفهم انه في ناس خانتها وتركتها نيودوز بدت برنامجة جديد وفي كتين ناس براكلونا هاي الخطوة وفي ناس حبوا هذا الموضوع ويحبوا هاي الافكار الجديدة اللي عم يزور في هاي نيودوز ومن طرف انه اخر حسوا ان هاي الفيديوهات كتير ثقيلة ومي مناسبة لعمارهم او مي نسبة للوضع بشكل عام ككاركتر الاشخاص الموجودين في هاي الفيديوهات غير مناسبة للكوميديا بشكل بار والمعرك الازالية بين الدحيح و اياد قنيبي طبعاً هاي المعرك اللي من زمان مستمر الالحاظ و الالدين و مبارف ايش المهم استمر الى ما لنهاية و دايماً اياد قنبي يضرب الدحيح و الدحيح لحد الان ما اسمعنا اي رد لا اياد ولا اسمعنا اي تعليق و بزيلك نحنا ننتظر الرد الطرف الاخر حتى نكتب تعليقات عن هاي الموضوعات ولكن الفيديوهات دايماً مغلبها موضل ترندات عن اياد قنيبي اللي هو دايماً يضرب الدحيح و انا طراحةً ما بحب اشوفي فيديوهات ابداً لاني بحثة كتير طويلة وساذجة وملي جداً عودة امسيف مع مقلب مع جيفارا من جديد و هذا المقلب كالعاضي بباب الفشل باسباب تقنية و فنية واردة من امسيف دايماً كالعاضي مثل ما دايماً تشوفوا تحاول امسيف و نانو باتحادهما مع بعض و من مساعد زميلهم محاولتهم انهم يقول مقلبه و جيفارا بس ولكن هاي المخطط دايماً بادت بالفشل و خسروا التحدي و خسروا المقلب و جا جيفارا عبر عن عدم اهتمامه للموضوع بان حلو بان لا شيء يأكل منها ولا كانوا مهتم لا امسيف ولا امتحار ولا لا اي اشي و في نهاية الفيديو نانو عبرت عن فريح حياة بالوقوف على الطاولة و رفع يديها علي نانو و من هون بدأ التعليقات على اليوتيوب بان محاولة و دعوة تيريو نانو و امسيف لمحاولة مقلبة جيفارا مراتهم الثالثة و ان تقوموا بدراسة خطواتها بشكل صحيح في المرة القادمة يا ابن سوريا يدخل على الخشب طبعا ما نحاكي لكم شو حكي ابن سوريا حتى يقال يدخل على الخشب روحتكم بالفيديو و تشوفوا شو على الوقت اما على صعاية الالعاب فوبوبجي و اكو عرب الطيارة كانوا واكلين الجو هننو ابن سوريا يلي صار عنده اربع مليون مشترك اربع مليون مشترك اربع مليون مشترك اللو مبرو اي 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 فالله يجزئنا مثل المعنى زوح ابو الفوض الله يبارك فيك حبيبي و عقبال قناة نيودوز على اليوتيوب و معي تاك تخبر صاحبك انه يدق على الخشب يا ابي روتين اليوم العطلة و مع اخي هذا الفيديو الذي نزلته نورستار على قناتها من بضعة ايام و كانت تنقش فيه مع اخوها عن بعض الافكار شو لازم تعمل بيوم عطلة و هي شو تحكي كان يعتبر كفيديو عفوي ما فيه اي شي و لكن في احدى النقاط العبرت نورة عن اعجابها في اخوها وليد اللي هي بيغار عليها كثيرا هي و اختها بنين بسبب انه بس مجرد ما يكونوا ماشيين بالشارع و مجرد ما انه شاب يطلع عليهم فيبلش الستاشير قضبا و يغار على اخته و فارد الناس علي هذا الموضوع بالتعليقات انه كيف اختك بتغار عليها و بتزعب ملايين المشاهدات و ما شاء الله عندها فوق 10 ملايين سكسكرايبر فهذا الرقم يعتبر وسيط جدا هذا كله ما بيصير غير ذاك ابدا و رده بالطرف الاخر انه وليد جدا انسان فني و كثير محبوب و كثير مسلي حسى التعليقه و رده اللي هو حكى بهذا الفيديو افراد تحضر الاولا لها على اليوتيوب بالتجربة الاولى الذي انزلت على اليوتيوب بحاولت لها انه تصنع اعلان فرده لها الناس بالتعليقاتها بانها تريد تحاول انه تصنع تكون مثل نورستار و تبدأ في خطاها وتصنع المجدة عن طريقها بتعمل اول علا لها اولوز طبعا ذلك كان اللي من فترة اخذ التريند و ضرب جدا تريند و حكى عن هذا كتير مواضيع جدا مهمة الدورة الشهرية و المواضيع هي عن نورستار و كانت جدا مهم جدا و اخذ تريند لأكتر قبل كم يوم و كانوا عبارة عن اعلان لشركة اولوز و ما كان يتضمن اي اشي ما مهم جدا غير انه يكون اهم اشي اولوز موجود بالموضوع هذا من الواضح انه افراد حاول ما تمسك المجد من نورستار و تسعى خلفها بيبدأ من هاي خطوات بيبدأ صنع اول تجارب علانية لها على اليوتيوب صالة تكشف المستور عن اناس و كذا ما كان هذا الشيء رح يقدي خلاف بيناتهم و اسوالها كان يبدو انه كان في تافعهم بيناتهم انه الصالة كشفت عن الدخل الشهري لاناس عبر اليوتيوب و اسوالها كان بالاضافة نفس الوقت في ناس كتير علاقة و حكيت انه هاي المعلومات اللي انتوا بتحكوها غير مهم و غير حقيقية اصلا لانه في موقع اسم السوشال ميديا تمكن تدخل عليها تكتب الاسم القناة اللي بداكيها وتقدر تحقق وتعرف شهد كل يوم عبد دخل القناة بالشكل يومي و شهري و س بحد الأدنى و الحد الأعلى بشكل متوسط و من أعلى الأعلانات و بعد أي شيء آخر خرج الفيديو مثل انك اللي تمكت تعملها انت على الفيديو بقلب الفيديو تعمل الأعلان ثاني جواني يعوده مستثمره بعد ان خرجها عاملاً هاي كل الفيديو اللي نزلوه جواني حكى فيه عن هالي الموضيح هاي و قال انه هو رجع مستثمري لتركيا و حامل معهم مبلغ من المال بعد ان عاده مستثمرا و كان عيقوب وبعض التحليلات اللي قالت ان ممكن تحليلات اللي ممكن توصل استثماراته لمليون و نص دولار من مليون مليون و نص دولار في تركيا و مدينة اسطنبول و بداية مشاريع اللي ببلش انطلاقها اللي هو مشروع الاول الكافيتيريا في مدينة اسطنبول و اللي هو ادعى فيها الناس لحد حضور هذا الحفلة الافتتاحي اللي كان فتح بمها افتتاح يوم رأس السنة و بالإضافة كمان في بعض الناس علاقتها للموضوح هذا عبر التك توك و نزل الفيديوهات و قالت يا لخسافة اللي صارت في يوم رأس السنة في كافيتيريا جواني اللي كانت هي عبارة عن مسخرة بمسخرة بسبب انه كان يحاسب الناس على الط و في ناس حلقت بهالموضوحه بخطوته الاولى و باركت لجواني اهاي الخطوة انه جاب استثماراته الكبيرة جدا حتى نقلها لتركيا و يبلش مشاريعه الاولى ان شاء الله راح نضل ممتابعين جواني و نشوف شهي الاستثمارات راح يعملها و نتابع لكم اياها كلياتها و نقول لكم اياها اول باول حتى يكون عندكم ادراك عن مدى اهمية الشاب السوري و نقل استثماراته من الدول الاوروبية الى تركيا و من ثم الى سوريا و حتى نشوف شو هي مدى المنفعة لحقها للشعب السوري ت تظلونا بقادم الايام كل فيديو راح نشوف شو هي استثمارات لعملها جواني و نضيف لكم اياها بكل فيديو و في نهاية الفيديو و اخر فيديو نزل وسام تيكت على قناته فافو نوبلي انه هو عبر عن عن ندم اكتئابه لهذه السنة و كان هو جدا سعيد و عبر عن فرحه وبعن الموضوح هذا رد الناس في بعض التعليقات اللي كتبت هل هو سبب فرحك او عدم اكتئابك لهذه السنة بسبب عد عصام عنك ام كان هو سبب عصام و كان هو السبب الاساسي في اكتيب اابك و في الطرف الاخر رد انه بسبب كثرة البنات ما شاء الله هذه السنة كانت جدا وفيرة على ويسويسا و كان ما شاء الله الفريق عنده كل ما هو كل ما له عبي كبر و كل ما له عدد العنصر الانسوي عبي كبر بالقناة و ما شاء الله سيكسكرايك تبعه طائرة بطلوع وبناء احد عضاء قناة فافو نوبلي ماريانا غريب باول فيديو نزلته على قناتها قدرت تحصد اكتر من 200 الف مشترك فيه فيديو واحد اللي كان هو عبارة عن فيديو تعريفي لا فيه اي اشي و كانت البنت جدا مثلا بكي و كانت عم تنتف الكنسة يبتنتف شي مطبي و ما وصلنا هيدا الفيديو انا شوي كنت متوتر لانه كان ساول في الاول حلقة للي واول مرة اي كنت ناقش بكم و في افكار اكتر حاول احكيها بس ولا كان غير منتبة بسبب ضعف شوية الوقت يعني بس ان شاء الله بعوتكم بالفيديو الجاي انه زبت كل شي ويكون كشي على ما يرام وفي عدتكم هني تعليقات ممكن تنزل بالتعليقات شاركنا برأيك فيها حتى اذا احسام النفسي اكتر و اعطيكم المحتوى الجيد اكتر وطبعا بدنا تنسوا اهم اشي اذا شفتوا اي اشي موجودة في اليوتيوبر جزينا ما بشوفها على او اي ما والمعلومات تشوفها من ضمن فيديوهات المشاهية ممكن تشاركني فيها تحت بالتعليقات او تمعتليها على ايميل او على الفيسبوك وعلي وينما بدك باهمو الصموق والتواصل الاجتماعي ان شاء الله راح تتطل عليها وشاركها معكم بالفيديو الجاي اللي هو هيكون اسبوع الجاي ان شاء الله عن موضوع سلسلة اللي هو تريند اليوتيوبر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا